تحية اخواتي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بألف خير والف صحة دايماً يا رب معكم ومريا من قناة اكله بنفس النهاردة هنغزو المطبخ الاسيوي هنعمل طبق منه تحفة جداً وسح وسهل وسريع وبيخدش وقت معك ابداً هنعمل البروكلي على الطريقة الاسيوية بصوا يا جماعة جمال وطحفة وطعم بصراحة يعني خلوك تغيري فكرك عن المطبخ الاسيوي والمطبخ الصيني خصوصاً بعد الحاجات اللي بنسمحها عنهم اه طعمه مزبوط جداً مزيج بين طعم الخضار مع سياسوس اه مع بصوا طبق سحي وسهل وسريع ويلا بينا على حلقتنا بسرعة بس قبل ما ندخل الحلقة يا ريت ما تنسينيش بالاشتراك كتاب عن زر الجرس ولايكات الكاتل للفيديو عشان يترفع ويشوفوا غيرك ويلا بينا على حلقتنا عندي هنا حلة حتى فيها ملح بس تمام اسبروا معاها هنمشي خطوات واحدة واحدة حتى فيها ملح هسيبها تغلي طبعاً معايا اه هبدأ اسلق الجزر عندي الجزر اه مقطع صوابع هسلق الجزر بصوا مش سلق يعني مفيش تلات دقايق اربع دقايق عايزة اطريه شوية وفي نفس الوقت عايزة يحتفظ بلونه وشكله زي ما انتو شايفينه كده مفيش تلات دقايق اربع دقايق مفيش اربع دقايق بالزبط بعد ما تغلي الماء هخرجه على طب زي ما انتو شايف تمام اه اهم حاجة نحتفظ في الوجبة دي بشكله لونه الخضار اهم حاجة عندي كده بعد الماء ما طلعت الجزر هادف كمون بقى خلاص هنفضنا ندخل بقى ايه على البروكلي البروكلي طبعاً مقطع ومغصول ومتنشف ومتحطط في مصفة والدنيا تمام بخلوا كل الطريقة المعتادة اللي احنا بنسلق بيها الخضار ده سواء بروكلي او ارنوبيت او الكلام ده هنزل بحبات البروكلي زي ما انتو شفت انا عملت لكم قبل كده طبق بروكلي من المطبخ اليوناني اه تحفة جدا اه بعد كده هنزل بمعلقتين خل علشان نحافظ على لونه اه طبق البروكلي اللي من المطبخ اليوناني هسيبه لك في صندوق الوصف ويظهر لك في حرف الايه تحفة جداً جداً وصحي لمناسب للدايت تمام مفيش برضو تلات دقايق غالي بالكتير وخراجي البروكلي في مصفة طبعاً كده او صفي كده تمام هنسيبه يصفي المياه بتاعته قاسع عندي ووك بعد كده هنزل بمعلقتين تلاتة بصي عندك اختيار حبة زيت سمسم تمام حبة زيت عادي تمام حلو جداً يعني مفيش مشكلة الزيت اللي تفضليه استخدميه من النوعين دولا بعد كده بعد ما سخن الزيت هنزل بشرايح الجزر زي ما انتوا شايفينها هي محافظة بلونها وشكلها ولا تارت ولا اي حاجة انا هدوب طررتها شوية لان انتوا عارفين ان البروكلي ما بيخدش سوى لكن الجزر محتاج سوى بعد كده عندي حوالي اربع فصوص تم وقطعين شراح زي ما انتوا شايفاهم كده هنزل بهم برضو آآ وقلب معاهم عشان ياخدوا مع بعض ناكد بعض من الجزر والتم وكله ميزة المطبخ الاسيوي انه اكلوا سريع ويعني بصوا بسيط كده وكل حاجة في واضح هنزل بحوالي آآ معلقة ونص سويا سوس لازم السويا سوس يا جماعة بصراحة في الاكلة دي ممكن ممكن لو حبة يعني على اساس سعر سويا اغلى شوية ممكن دبس الرومان بس ما بفضلش انك تغيري او تستبدلي قوي علشان ما تبعديش عن طعم الاكلة الاساسية عندي حبتين تلاتة مشروم حسب كمال اللي انت عايزاها طبعا مقطع وقبل كده عملنا المشروم وازاي نقطعوه وننظفوه وكل حاجة في حلقات كتيرة هسيب لك رابط من الحلقات دي في صندوق الوصف سواء المشروم الصحي او آآ البكاتة بالمشروم بعد كده بعد ما اتشوحه ونزلت بالبروكلي بتاعي تمام زي ما انت شايف فيش مشكلة الطبق سهلي جدا والطعم بجد تحفق يعني هيخليك يتاكل الاطباق الصينية يعني منطلع الفكر اللي اتزرع في دماغنا من الخوف من الاطباق الصينية آآ انا زودت هنا حابة سويا سوس لاني حسيت ان انا محتاجة آآ كمان تمام اهتموا حبيبي بصندوق الوصف ببقى سايب لكم حاجات كتيرة جدا جدا فيها وهسيب لكم كمان رابط تشغيل آآ 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 دعنا اهو زي الفل جاهز مفيش اي مشكلة خلصنا اخدنا وقت ولا اي حاجة ورشة سمسم كده علشان نعيش اجواء المطبخ الاسيوي بجد تحفق جدا والطعم خرافة مش عايز اقولك زيت آآ تحطي بقى عصرة لمون وخلاص كده وانتهى آآ طبعا البروكلي عارفين فوائده كتيرة اللي ما تتحصرش آآ الصحية ودايما احنا بنقتصره آآ نحطه مع اكلات او نقطعه ونسلقه ونحط عليه زيت ولمون ليه احنا لازم نشوف له اكلات تستاهل هو يستاهل انه يتحط في وصفات جميلة جدا وعملت لكم وصفة قبل كده زي ما قلت لكم المطبخ اليوناني وهقولت لكم هتسبها لكم في سندول وصفة وهتزهر لكم في حرف الاي آآ قبل كده ظهرت يعني من شوية وبجد تحفق جدا 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 هيعجبك جدا واهتم جدا بالحاجات دي اللي هي الزهرات اللي هي القرنبيت البروكلي انت تلا ما تغسليه صح وتسلقيه صح انتهى الموضوع ما تقلقيش جدا وبص الجمال بقى والبنات حابوا بقى يعيشوا جو المطبخ المطعم السنين ويعني بجد عجبهم جدا جدا وزين بقولك اكلة سريعة جدا مش محتاجة مجهود ولا وقت ولا اي حاجة وحاجة خفيفة برضو على فكرة يعني ما يعتبرش فيها آآ دهون كتيرة آآ حاجة نسبة زيت قليلة آآ سوس آآ بس هو ممكن علشان ملحو الزيادة لكن يعتبر طبق صحي جدا جدا والطعم الطحفة اتمنى تجربي الطبق وتسيب لي رأيك هنا في التعليقات او على رسالة صفحاتي اكلة بنفسه على الفيسبوك والانستجرام هسيب لك الرسالة في صندوق الوصف الروابط ولو وصلت معي لحد الموضوع ما تنسيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايكاتي كتلي الفيديو وهتوحشوني جدا